اشتركوا في القناة ورمضان كريم كل سنة متطيبين يا ولاد وبعود يا رب علينا جميعنا الايام بخير وربنا يتقبل مننا يا رب الصيام والصلاة وكل عمل صالح بين امبي ويجعلنا من عطقاء شهر الرمضان يا رب اللهم امين في البداية هنتكلم عن الفيميل جينيتل تراكت تمام طيب اول حاجة نتكلم عنها هو الاوفري طبعا انتوا كلكم ما شاء الله اشتر مني في النظر بكتير الاوفري عندنا في حاجتين استرومة وبرانج الاسترومة ديها تعبور عن ايه تعبور فيها كورتكس وفيها ميضالة تمام الكورتكس اهم حاجة بص عليها فيها هي الفوليكلس والفوليكلس دي بيفصل ما بينها كونك تفتشو كونك تفتشو ده عبارة عن ايه فيبرو بلاستس وكولاجين فيبرز تمام الميضالة بقى هايلي فاسكولر يعني هلاقي فيها بلاد فيزلز وديات اهم حاجة تبقى موجودة فيها وموجودة فيها بكسر عشان كده قلنا عليها هايلي فاسكولر ولاقي فيها كمان لمفاتيكس وهلاقي فيها كمان نيرفوس تمام طيب تاني حاجة عندنا هي البرانكيما البرانكيما هلاقي فيها الفوليكلز موجودة بقى بكل المراحل بتاعت الماتوريشا بتاعتها من اول البريمورديال وبرايماري وسيكاندري لحد الجرافيان فوليكل تمام طيب دلوقتي بقى ايه انا دلوقتي ايه الصورة اللي هتجيلي هقدروا لان ديات اوفري زي ما انتوا شايفين الوفري شكله واضح جدا ومميز هلاقي عمل زي صباع الموس كده او اللي هو السوسيس يعني واحد كده ايجي عنه كده على اخر اللي عايز يأكل طيب هبص كده على الصورة ديت هلاقي ايه انا هلاقي فيه الجزء اللي برا ده ده الايه ده اللي استروم القوى من كورتكس وميضل تمام قدل استرومه هايت قلنا اول حاجة الكورتكس تاعتها هلاقي فيها الجرافيان فوليكل وهاجي على الميضالة هلاقيها انها هلاقي فيها صوري الفوليكلز وهلاقي الميضالة ديت فيها بقى بلاس فيزلز للمفاتيكس نيرفز الكلام ده كل زي ما انت شايفين الفوليكل هايت موجودة فين موجودة في الكورتكس عندنا ده توضيح اكبر للفوليكل وتحتها على طول الميضالة دي برضو فوليكلز هايت صوري اولاد على صوتي بس يعني ايه البرد شخيل شوية تمام ده توضيح اكتر لها تبديات الميضالة هايت مليانة بالبلاد فيزلز فيها نيرفز واللمفاتيكس والكلام الجميل بتاعنا ده كل تمام هنجيب بس ايه فيديو كده تتوضيحي سريع للأوفري بحيث ان الدنيا يعني تبقى ايه سهلة معينا زي ما انتو شايفين يا ولاد ادي الأوفري هوات زي ما احنا عائلين عامل زي صباع السوسيس كده او صباع الموز تمام هنا وضح لي على الكورتكس والميضالة تمام زي ما انتو شايفين الكورتكس هايت مليانة بالفوليكلز هايت تمام وادي كل فوليكلو التانية بيفصل ما بينها ايه كلاجين فايبرز ليه الفايبرو بلاسس والكلاجراس فايبرز تمام ادي الفوليكل زي هايت زي ما شايفين وادي الميضالة تحتها على طول نكبر اكتر بدأ هنا يوضح لي الفوليكل زي بشكل اوضح وتحتها على طول الميضالة احنا قلنا عليها هايلي فاسكولر زي ما انتو شايفين كده يا الاولاد نوضح اكتر ادي هنا بدأ يوضح لي اكتر على الفوليكل ادي الميضالة هايت ان شاء الله كده يعني ايه يكون الاوفري كده واضح ندخل على الجزء التاني عندنا وهو اليوتراين تيوب تمام اليوتراين تيوب ده ايه بيكون ميكوزة ماسكولوزة وسروزة الميكوزة بتاعته دي عبارة عن ايه دي عبارة عن لانكتر والفايبرز ليه عشان تلقط من لنا الاوفا تبدأ تدخلها عندي لليوترس تمام سواء كان يحصلها فرترايزيشن او هتموم بقى وتنزل على طوق يعني تنزل بقى في ديرينج الميسترويشن وخلوص تمام طيب يبقى الميكوزة عندنا دي عبارة طيب فيها ايه الميكوزة الابيسيليم اللي بيغطيها ده هو بيبقى بارشالي سيلييتد وبارشالي سيكريتوري بس الطيب بتاع ايه بقى كولامينر يبقى دلوقتي الابيسيليم اللي مغطي الميكوزة بتاعت اليوتراين تيوب او الفالوبيان تيوب ده بارشالي سيلييتد بارشالي سيكريتوري مهم جدا 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 ان احنا نوضحه تمام دي كده الميوكوزة فيها حاجتين بس لنكتيد والفايبرز والإبسيريون بتاع كولاميدر بارشالي سرييتد و بارشالي سيكريتري طيب الماسكولوزة بتاعتها عبارة عن ايه? انر سيركولر واوتر لنكتيدول دايما لما اقول اي حاجة برا برا هتبقى طويلة شوي عشان بس تسهل عليكم الحفظ والتسكيم عشان ما تفضلوش تقولو طب برا لنكتيدول ولا جوا سيركولر ولا برا مثلا كولاميدر والكلام ده يعني في اللي جاي يعني تمام يبقى الماسكولوزة دي عبارة عن اسموس موسلز طيب الاسموس موسلز ديت جوه هتبقى سيركولر يبقى انر سيركولر طب برا هتبقى طويلة كده يعني هتبقى طويلة ليه ماشي يبقى اوتر لنكتيدول طيب السيروزة بقى عبارة عن ايه السيروزة عندنا نفس الكلمتين اللي احنا لسه إلينهم فوق عبارة عن كونكتف تشو بلاد فيزلز ومتغطية اهم حاجة بايه بسيمبال اسكوموس بسيريا معادي جدا تمام يبقى ليتراينت يوم عبارة عن ايه عبارة عن ثلاث حاجات ميوكوزة مسكولوزة سيروزة السيروزة سهلة شو تغطية Elliot طيب الماسكولوزة اسموس موسنز طب الاسموس موسلز ديت جوه ايه سيركولر و بو برا هتبقى طب الميوكوزة نفسها الميوكوزة هقول معلومتين فيها المعلومة الاولانية ان هي عبارة عن Novotrd. المعلومة التانية انها بارشل السيرييت بارشالي سيكريتوري كلامينار تمام يا اولاد طيب تعالوا بقى ايه نشوف السور اللي موجودة عندنا ادي اهيت ايه اليوتراين تيوب طبعا انا عرفت بالنها هنا حاجة لا يعني بس لو كبرنا الصورة شوية ممكن يعني ايه نجيب الصورة كده من بره شوية هبصة لايه ايه انا شايفة زي بيكون في حد كده ايه حد بيجري مش عارفة التشبيه بداعي ده سليم ولا مش سليم بس انا شايفة زي بيكون في حد او اه شجرة كده ولها تفرخة كده نازلة تمام طيب نقرب بس كده ايه زي ما احنا شايفين يا أولاد ادي اللونجوتية وال اويه ادي اللونجوتية وال فول دلس اهيت طلعة هيت تمام ولن اللونجوتية والفولدس دي عبارة عن ايه عبارة عن عن كلامasa lapsaria بارشري سيكريتري بارشري ايه سالي عالي Laser تمام ودي المسكولوزا بتاعتها. ودي السيروزias بالتاعتها قدي المسكولوزة هيت. الحفز agreements الموجود حواليها تمام ون يبقى يتراين تيوب دي كده ايه سهلة بالنسبة اهم حاجة نعرف ان الايه نعرف عندنا ان الميكوزة بتاعتها بارشري سيكريتوري دي اكتر معلومة مهمة عندنا ادي هيت الميكوزة بتاعتها هيت على طول تحتها المسكولوزة وتحتها على طول هيبقى الايه ايه لسلروزة اذا نشوف ايه فيديو كده توضيح سريع ليها ادي هوات تحبقى قد كنا مثلا تشبهها حد بي يجري او شجرة لها كده ايه تفرعات او حاجة يعني لها تفرعات شوية نقبل عندي هنا ايه قبل هنا عندي الصورة شوية فبس ان لقينا ايه هيت ادي لنكتود والفايبر زيه هيت فولدس قصدي هيت تمام عبارة عن ايه عبارة عندي بارشري سيدي بارشري سيكريتوري ادي الميكوز هاية يولاد زي ما انتوا شايفين لون قططة والفولد الساعة هاية تمام هاية يولاد بدأ يوضحه لي اكتر واكتر ادي عبارة عن ايه كلامانر ابيسيليم بارشل سرييتد و بارشل سكريتوري تمام و ادي تحتها على طول بقى هيبقى ايه المسكولوزا والسيروزا كده تمام بيس تالي الجزء هنتكلم فيه عندنا هو اليوترس طبعا انتواعفين ان اليوترس ده عبارة عن ايه اندوميترياب مايوميتريام و باليميتريام تمام اول حاجة عندنا هو الايه الاندوميتريام الاندوميتريام ده عبارة عن ايه تعالوا كده اول حاجة نشوف الايبيسيليم بتاعه الايبيسيليم بتاعه ده عبارة عن فا اسمبل كولامينار سلييتد ايبيسيليم ممكن يكون سلييتد و نن سلييتد بس اما حاجة عندي اللي واقعي التثبيت بتاعته ان هو ايه كولامينار ايبيسيليم تمام طيب ممكن يكون سلييتد و ممكن يكون نانصلييتد سيكرتري سيلز. طيب. نيجي على الايه ده الأباسيليم بتاعو طيب اللامينا بروبريا بتاعتو. دي عباره عني? نحن حاجات اللي احنا عارفينها هنقول البلاط في سيلز و كنا اكتفشو و الكلا irgend 다كس و الكلام ده كله. بس اهم حاجة عندي هي اليوتيرايل جيلانديس. طيب. الجيلانديس دي عباره عن عن تيوبيلار سيمبل تيوبيلار جيلانديس. تمام. طيب. الاباسيليم بتاع عباره عن ايه برضو? سيكريتري كولامنر إبسيريوم تمام طيب إيما الإندومتريوم الإبسيريوم بتايع عبارة عن إيه سيمبل كولامنر سيليتد أو نان سيليتد سيكروتوري إبسيريوم اللامنة بروبريا بتاعته فيها هي نفس الكلمتين اللي احنا قلناهم فوق إنه برضو سيكروتوري كولامنر إبسيريوم ده كده إيه الإندومتريوم نجي على الجزئية التانية عندنا وهو المايومتريوم من اسمها يبقى هتكلم عندي على طيب أنا عندي السموس موسلز ديه فيها كزا ليير في صب ميوكوزا ليير وفي فاسكلر وفي سوبرا فاسكلر تعالوا فوق وتحت الاتنين شباب بعض عند من الص ديه مختلفة شوية فوق ناخد كده إيه لون تاني كده بحيس إن الدنيا يعني إيه تبقى مختلفة شوية معنا في الألوان يلا بحب الألوان جدا يلا المايومتريوم ده أول حاجة في سوبرا سوبرا ليير وفي فاسكلر ليير وفي سوبرا فاسكلر السوبرا ميوكوزل والسوبرا فاسكولر اللي اتنين زي اللي زي بقى صوبرا وصوبرا يبقى اللي اتنين فيهم لينجوتيد والاسموس موسلز بس السوبرا 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 ميوكوزل لير ده هي تحط بس عليها نقطة زيادة اللي هي فيها بلود فيزلز تمام طيب السوبرا فاسكولر هلاقي فيها لينجوتيد والاسموس موسل بس طيب تاني حاجة واقع دللي ايه الفاسكولر لير الفاسكولر لير السموس موسلز اللي موجودة جواها هي سيركولر فيها انهي نوع من المسموث مسلز لينكوتي دول زيها زي السوبرا فازكولر بس بتزيد فنقطة واحدة اللي هي البلوت فيزلز طيب الفازكولر سيركولر او اوبليك وفيها برضو بلوت فيزلز طيب اخر حاجة معينا وهو البريميتريوم البيتميتريوم الانتيريور بتاعه متغطي بادفنتيجية وبالتالي بقى البقية بتاعت البقى بتاعته اللي هي الفاندس بقى والبستيريور متغطيين بسيروزة تمام؟ يبقى اليوترياس اندوميتريوم وايوميتريوم بريميتريوم بتاعه هو كولامينار إبسيليا سيمبلس كولامينار سيلياتت او نانسيلياتت سيكوريتري إبسيليا تمام وبيحتوي برضو اللامينابروبية بتاعته على جلاندس أوليوتراين جلاندس وديها تيوبيلار جلاندس برضو متغطية بي سيكوريتري كولامينار إبسيليا طيب تعالوا بقى نبص على السوى زي ما نتو شايفين ايه نحاول نكبر السوى شوية من بره كده لو بصينا هلاقي ان فيه دايرة جواها كده علامة زي علامة الكرموسوم كده تمام طيب هنيجي نبص كده هبص كده عليه زي ما انتو شايفين اهوت يا ولاد اتهي علامة الاجس بتاعتنا اللي موجودة هي هلاقي بقى ايه زي ما انتو شايفين الايندوميتريا معها البسيليا بتاعه اقولنا هو ايه كولامينار سيكورياتت او نانسيلياتة سيكوريتري ابيسيليا وادي اليوتراين دوكتس بتاع تهي تيوبيلار جلاندس برضو فيها سيكوريتري بس دي اهوت يا اولاد. تقول لcuss индPT وهوت ملiod. تمام. ما دي نقوم باقي للفيديو التوضيح بتاع لأخف evl realizing represent اللاهات النقuto. بس دي ايةпон. كما نقISS في الفيديو فادي كان عدا. زي ما احنا شايفين اهوت. احنا قلنا انا للايه في في الوسط كده علامة. يعني شبح علامة اليوترس شوية. او شبح علامة اكس. يعني زي ما اي زي ما تعتقدو يعني دورية. وفيه جواية علامة اكس. زي ما شايفين هوط اليوترسة هوط تمام الاندومتريا بتاع كل ده اندومتريا هواتي وادليوتراين إيه الجلاندس يعني الموجودة الى يتراين كل ده اندومتريا لندي فيديو شوية ادي هواتي وليت زي ما نشايفين الجلاندس سايت زي ما نشوفين هوات بيوضح لكم الابسيليا قلنا ده كلامنار سلييتد أو نانسلييتد سيكريتوري إبيسيليم مهم جدا ودي الجنانس هاي تمام؟ كده بإذن الله اليوترس واضح نتكلم بقى في الجزء اللي قبل الأخيرة عندنا هي الفجاينة الفجاينة طبعا نتعرفين أنها عبارة عن ميوكوزة مسكولوزة وأدمنتيتي أول حاجة معنا هي الميوكوزة الميوكوزة عندنا الإبيسيليم بقى هنا إيه؟ مختلف شوية عن الإبيسيليم اللي احنا فوق واخدينه وكنا فوق بنقول كلها من الإبيسيليم هنا الإبيسيليم عندي عبارة عن هل هو كيراتينايز ولا نان كيراتينايز لا احنا لسه برضه جوه مخرجناش برا قوي يبقى نان كيراتينايز إبيسيليم غني بالجلايكوزين اللي من أبروبري عندنا زي ما احنا حفظين هنقول بقى غنية عندنا بإيلاستيك فيبرز مليانة بلود فيزلز وليمفاتيكس وكل الحاجات الجميلة بتاعتنا دي طيب دي كده الميوكوزة يبقى الإبيسيليم أهم حاجة عندنا عبارة عن إيه نان كيراتينايز ستراتيفايد سكيمس إبيسيليم مريتش إن وليكوزين تمام؟ اللي من أبروبريا مليانة كونيكتف تيشو بلود فيزلز لوز إلاستيك فيبرز وليمفاتيكس ونيتروفيز المسكولوزة بقى انر سيركولار سموس ماسلز زي ما احنا باخدين واوتر لينك تدور جوه مدورة وبره ومتورة شوي الأدبنتيجية بتاعتها عبارة عن كونيكتف تيشو وكونيكتف تيشو ديها مليانة بالإلاستيك فيبر طيب هنيجي نبص على الشكل كده فاكرين يعني يعني يعرفين يا ولاد بالحت الجزئية لها بتاعت لما نيجي نقطع البطيخة كده للصوصين كده تعرفين الحتة ديها هي دي عاملة زي ايه زي منكون منقطع بطيخة كده تمام؟ أدي برهوات زي ما انتو شايفين المكوزة بتاعتها هيت اللي بيسيليم بتاعتها عبارة عن إيه نون كراترائيز سراتفايد اسكويمس إبيسيليم والامنابروبريا بتاعتها مليانة بالبلوت فيزلز والكولاجين والليمفاتيكس والنيرفا فيبرز والكلام ده كل زي ما انتو شايفين يا ولاد هيت الامنابروبريا عندنا غنية بالكولاجين بالكونيكتف تيشو للوز إلاستيك فيبرز وكمان البلوت فيزلز هيت والليمفاتيكس والكلام ده كل تمام؟ ناخد باقي فيديو كده سريع يوضح لنا الدنيا دي هواة يا ولاد زي ما انتو شايفين من بره كده بصة لها عاملة زي ايه زي نص البطيخة كده بعد ما قطعناها او ربعها يعني نقرب شوية نقرب شوية زي ما انتو شايفين هواة يا ولاد انتو اللي بيسيليم بتاعها قلناها عبارة عن إيه غنية بالكولاجين تمام؟ ويدي اللامنابروبريا بتاعتها هيت ويدي البلوت فيزلز اللي موجودة فيها عبارة عن إيلاستيك فايبرز مليانة بالبلوت فيزلز والنيرفاتيك والنيرفاس والنيوتروفيلز والكلام الجميل بتاعنا ده كله قيدر إيبسيليم اهوت استراتيفايد اهوت زي ما انتو شايفين نانكرادينايز استراتيفايد سكويمس إيبسيلي تمام؟ غني بالجلايكوزين بس كده هو ده الفوزايد نتكلم تالت حاجة بقى عندنا عن ايه عن اللاكتايتنج بامريجلاند أنا مش عارف هي تالت حاجة ولا مش تالت حاجة البرد عامل عميله الحمد لله اللاكتايتنج بامريجلاند عبارة عن إيه؟ استرومة وبرانكيمة تمام؟ عشان دلوقتي نقارن ما بينها وما بين الرستنج بامريجلاند اللاكتايتنج بامريجلاند الاسترومة بتاعتها عامل إيه؟ زي ما يكون يا ولاد أنا جبته مربع أسمته نصين الجزء اللي أنا أسمته بيديت دي هنسميها إيه؟ نغير اللون غيرونا عشان يبقى سبلون حين دي اسمها إيه؟ سبتة السبتة دي هتقسمت للمربع لنصين جيت أنا بقى في كل نص أعاد تقسم بقى زي ما أنا عايزة كده تمام؟ يبقى دي المنسبتة عندي ودي بردو سبتة تانية كده موجود فدية رح تمقسم عندي المربع لجزئين كل جزء هقول عليه لوب تمام؟ طيب نمسح بقى إيه اللغبات اللي احنا عملناها ديها في النص دي كده؟ نمسحها خالص نرسمها تانية إيه دي أهو؟ تمام؟ دي سبتة هيت قلت ده لوب وده لوب جيت في كل لوب رح تحطي سبتة تانية رح تمقسمها لي كل لوب لتصغير اللوب إيه؟ لوب يولز تمام؟ أنا عندي الاسترومة فيه انتر لوبلر سبتة وانتر لوبيولر سبتة اللي هي السبتة الكبيرة والسبتة الصغيرة ديت هنسميها انتر لوبر سبتة والدانية ديت هنسميها انتر لوبيولر سبتة تمام؟ بتقسمها عندي اللوب وليب يولز تانيين صغيرين تمام طيب دولة بقى الارضية بتاعتهم ايه عندي الارضية بتاعتهم عندي عبارة عن كونك تفتشو تمام عبارة عندي عن لوز سيلور كونك تفتشو يبقى دلوقتي الاسترومة دي عبارة عن ايه عبارة عندي عن لوبز ولبيولز متقسمين بسبتة عندي تمام مرميين على ارضية من الكنك تفتشو تاني نقطة عندي هي البرانكيمة البرانكيمة دي عبارة عن ايه عبارة عندي عن الفيولاي ودكتس نتكلم أول حاجة عندي عن الفيولاي الفيولاي ديات مضق السيلز اللي موجودة جواها دي عبارة عن إية إحنا قولنا جوه يبقى عندي الجزء صغير برها تبقى طويل جوه يبقى صغير يبقى كلب ويدل يبقى الفيولاي active lined by كلب ويدل سيلز طب أنا قلت ليه هنا أكتف لأن إحنا هنا بنتكلم على الاكتريتينج من مريجلان يعني الفيولاي ديات مليانة جواها بسيكريشان تمام اللي هو الملكة عندنا يبقى الالفولي اكتف لاين دي بوي كويوبويدل سلس وبر�ه بتحتوي بتحتوي الجوحة على ايه السيكراشنز السيكراشنز دي هات في هات في هات في هات فيد رولد سك ده هاتع سيكراشنز تمام طيب الداقت عندي فيه كذا نوع small ولا large ولا السيلزل اللي موجودة في الول بتاعت داقت نفسها المية إبسيليا السيلزل دي هات موجودة في الول بتاعت داقت نفسها سواء كانت small أو large طيب لو small داقت احنا لسه يليل الإبسيليا ما هيبقى كيوب ويدل ولا كولامدر لا احنا لسه يليل هيبقى كيوب ويدل طيب لو large هيبقى كولامدر طيب نبص بقى عندنا على السور ادي ايه لو بصيت على الشريحة من بره كده انا مش عارف اي حاجة انا شايفها كده ايه مستطيل موجود قدامي مقطع من وسط نجي نبص جوا بقى زي ما انا شايفين هوات يا ولت شايفين الالفيولاي كبيرة ازاي وبيضة ازاي وتحسين اياها فيها secretions كده من جوا ودي فيه سبتة هيت مقسمة عندي سبتة كبيرة هيت مقسمة عند اللوبز وسبتة صغيرة جواه مقسمة عندي اللوبز من جوا ديت للبيولز والليبيولز ديت فيها شوية الفيولاي ودقتس كده زي ما احنا شايفين الالفيولاي هايت متحوطة من بره بايه متحوطة من بره عندي بازنوفيليكس secretions هايت من بره وبرده من جوا مليانة ايه secretions كده وكبيرة وبيضة ووضحة جدا عندي ملاش دعوة بالمنطقة الحمرة ديت الجزئية الحمرة ديت لان دي موصل تمام زي ما انتوا شايفين هوات ياولاد واضحة جدا وسهلة جدا في التعرف عليها نجي بقى نشوف فيديو توضيح لها قلت من بره مش عارف اتعرف عليها قوي الناشق لها يلغبة شوية احنا عايزين بقى نشوفها من جوا ادي هوات ياولاد زي ما انتوا شايفين الاسترومة بتاعتها هايت تمام عبارة عن سبتة اسمها اللوبز ونبيولز ادي اللبيولز هايت ادي الالفيولاي هايت تمام ادي الالفيولاي هايت متغطية بالايه كويوبويدة الابسيليم حواليها زي نوفيليكس secretions والالفيولاي نفسها جواها فيها شوية ايه كده عندي زي ما انتوا شايفين هوات ياولاد بتقسمها هايت زي ما انتوا شايفين هايت توضيح اكتر لها هايت كويوبويدة اللي بسيليم هوات الناس ما بتيجري تمام كده ياولاد ان شاء الله اخر حاجة معنا ياولاد هي الريستنج مامريجلاند الريستنج مامريجلاند مش اللي هي الايه يعني يعني مفيش ملكس secretions خالص تمام يعني خالية عندي من الملكس secretions برضو نفس الكلمتين استروما وبارنكما الاستروما عندي ايه نفس الكلمة اللي انا قلتها هناك في كل لوب عندي في سبتة مقسمية تمام والسبتة دي بتقسمه عندي يعني للوبز والبيولز تمام سهلة جدا دي ما فياش اي حاجة بس هنا الانترلوبير هنا عبارة عندي عن سيك فيبرس كونيكتف تيشو سيك شوية تمام لان ما فيش هنا ايه هناك كنت ملاقي هناك كنت ملاقي رفيع شوية بسبب السيكريشن زي كانت بتبقى موجودة ومالية الالفيولوعية عندي او بتبقى مالية الجلاند عندي تمام طيب برضو هلاقي عندي في اللسترومة هلاقي في اديبوس تيشو وكمان هلاقي برضو ايه شوية كونيكتف تيشو كده هو هاتماليين بقى من الماكروفاج والبلازما سلسة تمام هيبقى اللسترومة نفس الكلمتين هناك بس كل اللي انا هقوله زيادة انها هتبقى عبر عن سيك هتبقى سيك فيبرس كونيكتف تيشو وهيبقى الديبوس تيشو واضح جدا انه موجودة عندي وكمان الكونيكتف تيشو بتاعها هيحتوي على ماكروفاج وبلازما سلسة طيب نيجي على البرانكيمات هل هنا هلاقي الفيولوي لا اساسا ما فى شكده بالكسيكريشام. فالالفيولوي ستبقى صغيرة جدا ستبقى ديائة جدا فمش تبقى واضحة فبس كلنا هلاقيه عندي هي للاقيه داقطس! يبقى البرانكيمات عندي بتحتوي علي ما solOP الطيب داقطس ديها انتعلن اخدها من جوه برا اول حاجه جوا هلاقيه انترلوبئيولر داقطس ، الانترلوبئيولرج داقطس انا طالعه ما عندي انترلوبئيولر داقطس ادي اللوب هودت تمام? اللوبيول هودت جوا دقت الدقت دي اتقلت طلاق م�� حاجه جواة BP ما صغيرة يبقى كيبولدر نخرج بره شوية هلاقي في انتر لوبيلر دقت يعني ادي اللوبيول صغيرة هودت جوا دقت بعد كده نيجي برهه هلاقي فيد ابت تاني تمام? ابت تاني دي ات موجوده فيه نفسه فعشان كده سميناها انتر لر دقت دي عبارة عن عن ايه السيلز اللي موجوده فيها كلام過 burnor sales طيب نجي بعدها بشوية نخرج بره شوية هلاقي هي لكتي في الراس داقت طايل سيبقى كلام過 ولا كيوبويدل كانت جوا أول حاجة في البداية يعني هيبقى كلام過 تمام بعد كده هيتحول عندي الكيوبويدل أو كلام過 يعني في البداية هيكون تزيد صدوستراتفاقت كلام過 ثم هيتحول عندي لستراتفاقت كلام過 سنركز فيها شوية يبقى اللكتي في الراس داقت في البداية هيبقى لها تبدأ啦 ثم هيبقى ايه ستراتيفايد ستراتيفايد هيبقى هوامين sabotAT طيب tiene 차� steroids ستراتيفايد simple من حد sandbox كل ما يبدأ ان هو يقرب blind عندي البرا Tulsa هيبقى STRATEBS يبقى التقطس عندنا من جوى لبرة بدأتها بكيوبويدل سميناها انترالوبيولر بعد كده الانترالوبيولر داقت هيبقى ايه هيبقى كولامينر سيلز طيب فيه لاكتيفيروس داقت اللاكتيفيروس داقت البسيليم بتاعها ماله في البداية هيكون زود استراتيفايت كولامينر ثم هيكون استراتيفايت كولامينر او كيوبويدل ثم هنيجي على لاكتيفيروس ساينز اللي هتبقى عبارة عن ايه في البداية في البداية هتبقى استراتيفايت كولامينر او كيبويدل. ثم لما تيجي ناحية عندي هلاقيها تمام طيب نجي نبص بقى كده على الاسم اديكو زي ما انت شايفين يا ولاد هواد سيكون نكتفتشو تمام نفيش غرضاكس الالفينوية عندي مشوط حزي الصورة اللي هناك الصورة اساسا تحسوها دنس غمقى شوية تحسوها يعني ايه الصورة كده مليانة يعني نفيش فيها مناطق فاديا زي ما احنا كنا شايفينها هناك تمام يبقى نشوفها ايه فيديو كده توضيح لها كده سريع بس اهم حاجة اعرف ان الاسترو ما عندي ايه نفس الكلمتين اللي انا قلتهم في اللاكتاتينج المماري بس ان انا هلاقي سيك فيبرس كونكتفتشو وهلاقي فيه اديبوستشو موجود وواضح هيبقى فيها بلازمة فيه لهم اكروفاجس هيبقى فيها داكتس قولي مفيش الفيولوي نشوف الفيديو زي ما نشايفين يا ولاد الصورة من برها هيا تحسوها زي ايه لو بتتفرج يعني يعني طب موجيري هتلاقوا كان فيه كده ايه قطعة لحمة كانوا بيستخدموها كان بتبقى بعض موية كده من تحت فهي يعني شبهها شوية الى حد ما يعني او بيبقى فيه كده ايه سكينة كبيرة بيقطعوا بها اللحمة يعني سريع التشبيه دا بس اي حاجة شبهها لكم يعني علشان تفتكروها يعني بها في الامتحان السكينة اللي بيقطعوا بها اللحمة عند الجزار الكبيرة دي اللي بتبقى كبيرة كده وعريضة شوية مش عارفة تفتكروها يعني بالتشبيه دا او يعني اي تشبيه يسهل عليكو يعني حاولوا بقدر الامكان في الصور بالذات بتبقى تشبيه يسهل عليكو الحفظ يا ما تصعبوش الدنيا على نفسك واساسا الدنيا مش مستهلة تصعيم بدأ هوات زي ما تشعفين هوات يا ولاد انا شايفة ان فيه سيك بقى ايه كونك تفتشوا عندي انا شايفة ان فيه بس داق تسم مفيش الفيولاي خالص الصور يعني واضحة جدا جدا يعني نقرب شوية زي ما تشعفين انا هوات يا ولاد اما حاجة بس تعرفوا كل داقة عبارة عن ايه تمام اللي بسيلي ما بيغطيها ايه وكده انجون خلصنا الف ميل جينيتال تراكت بقى دلوقتي يا ولاد ونتكلم عن الميل جينيتال تراكت اول حاجة هنتكلم فيها هنتكلم عن التستس والابيدرمز السلايد اللي موجودة معنا ان هما كانوا بياخدوا شريحة من التستس ونتيجة ان الابيدرمز مغطي التستس عامل عليها زي الكباعة كده فرحوا باخدين كمان جزء مايا فعشان وتكلم عند الاتنين طبعا زي ما انا وانتوا عارفين وانتوا عارفين اكتر مني طبعا ان التستس عبارة عن ايه استروما تمام السترومة بتاعت عبارة عن ايه عبارة عن كبسول وسبتا وكمان شوية ايه رتيكلور قده موجودين في الواق جراونا بتاعت ايه تمام يبقى دلوقتي اللي استرومة عبارة عن كبسول وإنكم بليتس كونكتف تشو سيبتا وشوية إيه راتيكولر نتورك كده موجودين البرانكين ما بتاعتها بقى عبارة عن سيمينيفرس تيبيولز والسيمينيفرس تيبيولز ده هي متغطية من بره بسبرماتوجينيك سيلز وسيرتولي سيلز والإندوكراين بارت بتاعها عبارة عن انترستيشيال سيلز بتاعت اللايل تمام؟ بقى أنا كل اللي عايز عرفه عن التسلس إنها عبارة عندي عن سترومة والبرانكين السترومة بتاعتها كابسول وسبت بس إيه راتيكولر نتورك موجودة في الباكجراوند بتاعت إتستيكولر نتورك طيب البراكيمة بتاعتها عبارة عن إيكزوكراين وإندوكراين الإيكزوكراين هي السيمينيفرس تيبيولز ودي مهمة جدا لإنها هتبقى واضحة معي دلوقتي والإيهاتها هتبقى متحوضة بسبرماتوجينيك سيلز وسيرتولي سيلز الإبيسيليم بتاعها هنقول عليه جيرمن الإبيسيليم مع السيرتولي سيلز والإندوكراين عبارة عن إنترستيشل سيلز أوف لايين الإبيديديمس بقى الإبيسيليم بتاعه هو زودو ستراتيفايت كولامينار إبيسيلي سيلز فيها بقى لارزو من وهيبقى أصلا متحوض بسيركولر سموس موسلز يبقى إيديديمس الإبيسيليم بتاعه هو زودو ستراتيفايت كولامينار إبيسيليم مليان بي لانج مايكروف اللوي ويسروند باي ايه باي سموس مصل طيب نيجي كده باي ايه مبوسة هشريحة بتاعتنا لها ام حاجة جلنا في الامتحان زي بانا شايف انا شايف ايه انا شايف حاجة كده زي ايه شوفوا المنخل او المصفة يعني فيها ايه فيها حاجات كده مخرمة كتير تمام جوها هلاقي هو دا ادي السيمين فراستيبيولز ادي السيمين فراستيبيولز هايت كل واحدة فيه متحوطة بكابسول زي ما انا شايفين هوت جواها باقي جواها جواها السيمين لجواه اللي سبيرمس نفسها تمام طيب يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا وقلنا ان انا عندي التستس دي عبارة بتسترومة وبرانكيمة اللي سترومة كابسول وسبتا وكمان ريتكولار نتورك البرانكيمة عندي عبارة عن ايه؟ اكزوكراين واندوكراين باردس الاكزوكراين عندي هو سيمينيفراستيبيولز اللي متحوطة بسبيرماتوزونيك سيلز وسيرتولي سيلز واندوكراين اللي هو عبارة عندي عن انترستيشيل سيلز افلايدنج قلنا الايبيديديمس اهم حاجة اعرف الايبيسيليم بتاعه هو زودو ستراتيفايت كلام من الايبيسيليم فيه مليان بالمايكروفل لاي وكمان بقى سورواند باي ايه بواسطة اسموز ماسلز تمام؟ ده مستباقة عندنا عالفيديو زي ما انت شايفين ياولاد اهوط ادي التستس من برهيات معها جزء الايه الابيديديمس ادي يقرب بالسورة شوي هود زي ما انت شايفين ن戒ل عالقي زي ما انت شايفين ايهوط ياولاد ادي السمن infraوتSerbules متحوطة من بره بالكبسول هل زي ما انت شايفين جوهم بقى السهمين اللي جوهمين اللي زبير بس نفسها اللي يلجو زييلت اللي في النص ديت اعيط زي ما انت شايفين اهوط ادي سمن في الله الله ن continent الابسيليم بتاعها اهوات بيقالربه لي علشان يوضح لي الابسيليم بتاعها هاي زي بنشايفين ياولاد تيجم Dualmoth حوطه كابسول البسيليم بتاعها Bijdamn زودو صيبيت اميسيليم والسلز بتاعته او زودو ستراتيفايد سلز فيها ميكروفللوي ومتحوط من بره بسموس موسلز كده تمام التستس والإبريدام زي ما انتوا شايفين هايت ميكروفللوي صغيرة لطراعيات من السلز هايت وزودو ستراتيفايد سلز تاني حاجة معينا استيميل الفيسيكلز عبارة عن ميقوزة ومسكولوزة وادفنتيجية الميقوزة بتاعتها متحوطة من بره بي كيو اس البسيليم بتاعها عبارة عن كيو بويدل او زودو ستراتيفايد كولامنر بسيليم وكمان اللامنة بروبريا اللامنة بروبريا دي عبارة عن دي عن فيبرو الاستيك كونكتف تشو المسكولوزة بتاعتها عبارة عن ايه زي ما احنا عارفين سين انر سيركولر اند سيك اوضر لينكو تدول تمام تمام سموس موسلز والادفنتيش بتاعتها عبارة عن فيبرو الاستيك ليير طيب بالنسبة للصورة بتاعتها لو جيت ابوص عليها كده من البداية مش عارف يعني ايه افرق منها قوي يعني مش عارف عنين عرفها قوي يعني بس اهم حاجة ان ايه اكتر حاجة شكلها غريبة عندي او منطن مثلا ان نعرفها بالشكل بتاع فستين بقى بتاعت العصر اللي هو قبل ما مش اللي هو احنا خنافة الجلوسية يعني قبل كده في السنوي اللي كان في بقى ايام الضينصرات والكلام ده مش فاكل العصر الحجري صح ايام العصر الحجري الفستين ان ده كانت ايه غريبة دي دريستس الغريبة دي صريحة تسبيه بس يعني حاجة مبسط بها على نفسنا هبصي كده طبعا هلاقي ايه ادي لسبير بس موجودة في الطرف هايات تمام هاجي هبصي هنا على الايه على هلاقي في ميقوزة ولا في عندي مسكولوزة وادفنتيشيا تمام والميقوزة قلنا الايه البسيليم بتاعت عبارة عن ايه زودو نشوف بقى الفيديو ايه يوضح لنا الدنيا ديت اكتر زي ما انتوا شايفين يا ولاد هوت قلنا الشكل في البداية مش يكون واضح يعني او زي ما احنا شبهناه فستين العصر الحجر يعني اللي احنا مش عارفينها قوي هوتا دي يكبر الصور اكتر وضح زي ما احنا شايفين السيمن زهيات السوري اللي سبيرم زهيات موجودة بعدها عطل قدر ميقوزة وادي المسكولوزة تمام وادي الادفنتيشيا وضح لي اكتر عشان يوضح لي الايبسيليم عندنا وان الايبسيليم بتاع عبارة عن ايه زودو ستراتفايت كلامنر بايبسيليم زي ما انتوا شايفين هوات يا ولاد نجيب تاني الحتة الاخيرة دية ركزوا اوي في الصورة هتلاقيوا مسلا ايه خطين حمر كده هتلاقيوا بصوا اول ما الصورة هتجيلكوا مسلا في الفيديو هتبداين انتوا تلاقيوا نجيب بس الحتة دي كده تاني نبعدها كده هيجي ايه كده زي ما انتوا شايفين هتلاقيوا كده خطوط حمر كتير كده موجودة وفي الوسط كدوات ايه سبيرم وورا هتلاقيوا بفين مسكولوزا تمام عشان بس الصورة هتكون واضح معيكو وتقدروا تحفظها بسهولة نتكلم بقى عن الفوز ديفرنز نفس الكلمات اللي احنا قلنها فوق ميوكوزا مسكولوزا اسفنتيشي بس في حاجة واحدة بس عايز عارفها في اللهم مصال على النبي في في الفوز ديفرنز عايز عارف ان هو هايلي مسكولوزا دي اهم هنقطها ان انا عرفها فيه الميوكوزا بتاعته اللي بسيلي ما احنا عارفينه نوزودو ستراتي فايت كلامنر سيلز مليانة بقى بايه بلونجو مايكروفل لوي تمام وطبعا كونكتف تشو الاسك فيبرز موجودين المسكولوزا بقى احنا قلنا دلوقتي هو هايلي فاسكولوزا هلاقي في يعني مثلا زي هنا بس هنا بس هنا مش نوضح قوي هلاقي كده دورية كده وطلع انها اي اه عملا زي قمت عملا زي قلبي كده ولو خرج حاجة خرجة كده من بره تمام نشوف الفيديو زي ما نشوفين هوات يا ولادي الشكل مبدئي عامل زي حاجة كده لها ديل من بره كده ايه هناك قطوط حلب مش عارف هنا زي الشكل تغير لا استنوا نجيبها تاني عشان نحفظ الشكل من بره عامل زي حاجة كده لها ديل يعني مش فاكرة تشبيه قوي زي ما نشوفين هوات الفتحة لفي الوست وانا بعد كده الميقوزة والمسكولوزة طبعا قولنا ده هاي ماسكولر انر واوطر اللي ان كتدور والميودة في الميدل هاد بقى سيركولر ودي في الوست هوات الميقوزة هي زي ما نشوفين ليه جزء الحمراء بعد الحية التربية ديت اهوات هنا عشان يوضح لنا الابسيليم وانا ده زودو ستراتفايت كلامنر ابسيليم بس كده ده كل اللي احنا عايزين نعرفه الصور البروستات فانا لقيها عباره عن ايه دولية كده زغيرة فيها فتحة ابن الوست بنسميها اليوريسترال اوبني طيب البروستات عباره عن ايه استرومة وبرانكيمة اهم حاجة عندي ان انا اعرف البرانكيمة السترومة عندي عباره عن ايه سيك كابسول سيك سبتة ايه رتيكولر كونكتف تشوب من الاسيناوي سهلين دي يعني تحفظه بسهولة وانتو اكيد حافظوه من النظر البرانكيمة عندي دي عباره عن ايه سيراس اسيناوي اهم حاجة اعرف الايبسيليم اللي موجود فيها ايه اللي والله هي اما كويوبويدل كولامنر زودو ستراتفايت كلامنر اللي تقدر عليه حفاظه فيه كويوبويدل او كولامنر او زودو ستراتفايت كلامنر طيب اهم حاجة اعرف انها عباره عندي عن ليرز زي ميقوزة الجلاندس وصب ميقوزة الجلاندس وفيه مين بروستاتيك جلاندس الميقوزة الجلاندس ديت موجودة في الترانزيشن زون والصب ميقوزة الجلاندس موجودة في السنترال زون وهلاقي مين بروستاتيك جلاند عندي موجودة في البريفرال زون تمام برضو الحيطة نحن قلنا عليها ان هي في بروستاتيك يوريثرا ديت الاوبنين اللي بيفتح فيها الجلانت اللي هي تيوبيلوالفيولار جلانت تفتح فين في اليوريثرا طيب في قرية كمان موجودة عندي في في اليومين بنسميها كروبرا امايليكيا دي عبارة عن ايه جاي كلاسيفايد جلايكوبروتين تمام موجودة عندي في اليومين مهما نحفظها طيب نيجي بقى على الصور عندي بتاعت البروستات قلنا لما هبص عليها من بره هلقيها ايه دورية موجود فيها فتحة كده زي دي كده ديت بنسميها تمام طيب هجي بص بقى عندي على الصورة نفسها من جوه هلقي صورة زي ما ايه زي صورة السنجابي اللي محتوى اسمه ايه ده مش فاكرة اسمه ايه ده كونغر اوه الكونغر اللي موجود ده تمام هنبص علي بي ممكن يسألني مسلا يقولي الايبسيليم بتاع عبارة عن ايه هقوله زودوستراتيفايد كونغر ايبسيليم او كونغر او كونغر ايبسيليم تمام طيب يبقى ديت عندي دي ايه اول حاجة ديت الاستروم دي بعد كده البرانكي ما عندي البرانكي ما عندي ممكن نقول مسلا ايه ميوكوزر وصب ميوكوزر وبعد كده في بريفرال زومبر تمام وهنا عامل ايه توضيح اكتر للبسيليم عندي وديت الجيلاند عني تمام طيب نشوف الفيديو ايوضح لنه اكتر اهواتي اولاد البروستات زي ما انتو شايفين والدورية فيها ايه فتحة في الوسط واللي دي هتتبه الاوبنينج بتاعت اليوليسترات نفسها بدأ هنا يوضح لعيات زي ما انتو شايفين رسمة الكونغر اللي احنا لسا يلين عليها تمام ادي الكورتكس وادي ايه البرانكي ما عندي البرانكي ما هي تعبارة عندي عن ميوكوزر وصب ميوكوزر وي بريفرال زونة عندي الموجودة عندي تمام هنا موضح لي اكتر البيسيليم هوت البيسيليم هوت يا اولاد زوزو ستراتيفايت كلامنا البيسيليم اخر حاجة معينا البينس البينس طبعا احنا عارفين ان هو عبارة عن اتنين كوربورا كافرنوزا وكورباس اسبونجيوزا طبعا احنا عارفين ان الكورباس اسبونجيوزا بيبقى فاتح فيه هائل يوريثرا تمام طيب وطبعا بيكون فيما بينهم فينس اسبيسيس الفينس اسبيسيس ديت لان البينس نفسه عندي ده عبارة عن ايه البينس نفسه ده عندي عبارة عن ايريكتايل تشو تمام طيب برضو هنا بيقولي نفس الكلام ان الاريكتايل تشو اتنين كافرنوزا وحدة اسبونجيوزا في فينس اسبيسيس تمام بتبقى سيبريتب بكونكتف تشو وسموس موسلز ويكورباس اسبونجيوزا فيها اليوريثرا وبيبقى في فينس اسبيسيس بتبقى لارج وسينترالي تبقى لارج لما بتبقى موجودة في السنتر وتبقى اسمول في البريفران السري باتزيات متحوطين عندي بي تونيكا البيوجينيا وفاشيا وسكان تمام نيجي اهم حاجة عندي على السور السور طبعا بكون واضحة عاية زي ما انتوا شايفين ممكن تكون ايه الشكل اللي دوتنا تخيله اللي هو ايه الوش اللي هو المرعب كده فيه فيلم رعب كده فيه وش كده مرعب شوية فالصورة دي شبهها الى حد ما طيب هنيجي نبص هنا ايه زي ما احنا شايفين هوا لما لقي الاوبنينج او الفاتحة ديات هعرف ان انا فين فيه الكورباس اسبونجيوزا الباقي اعرف ان انا ايه فيه الكوربورا كافرنوزا تمام نشوف بقى فيديو يوضح لنا اكتر زي ما انتوا شايفين هاوات ياولاد اول حاجة في البداية كده يكون ايه يعمل زي الوش اللي مرعب كده فيه ثلاث فتحات اتنين كوربورا كافرنوزا واحدة اسبونجيوزا اهوات زي ما انتوا شايفين احنا قول ما نلاقي الفتحة بتاعت اليوريسرا هنقول ان هي عبارة عن ايه كوربورا اسبونجيوزا تمام اهيه دي كورباس اسبونجيوزا اعرف على طول ان ديكت الكورباس اسبونجيوزا واده يهوات فيه فيناس اسبايسس زي ما احنا شايفين لان البيناس عندي يتعبار عن ايه كورباس كافرنوزا انتوا اصلا اول ما هبصوا على السلايد من بره اول ما ده تشو تيجي يبدأ الفيديو هنلاقي ان هي السورية هنلاقي فيه فيناس اسبايسس كتير موجودة فهعرف على طول ان دوت عندي هيكون البيناس تمام اهم حاجة عندي ان انا أبص على الفتحة بتاعت اليوريسا لقيتها موجودة يبقى كورباس اسبونجيوزا تمام كده بقى نكون خلصنا العملية عندي بتاع الريبركرور احنا اتكلمنا في البداية خلص عن الفيميل جينيتال تراكت تمام وشفنا فيديو لكل حاجة فيه وموضحناه نلمي بس كده ايه الدنيا سريعا في البداية اتكلمنا عندي عن ايه اتكلمنا عندي اول حاجة عن الفيميل جينيتال تراكت اتكلمنا عندي عن ال genuinely تمام قولنا الأوفالدة عبارة عن سترومة والبرانكل قولنا السترومة دي عبارة عندي عن إيه استرومة دي بيبقى فيها فوليكلز والبرانكلين عندي بيبقى فيها الفوليكلز بس من كل الالستويج متادعت بتاعتها بس أهم الحاجة عندي في السترومة عبارة عن كورتيكس وميض expand هبص على كورتيكس أهم حاجة concerned about respond for the follicles بتبقى أمو مفاصلة عندي أ REMP هيبقى فيها عندي الفوليكلز زي ما احنا شايفين هنا كده في الصورة دي طيب تاني حاجة اتكلمنا عن اليوترين تيوب اليوترين تيوب او الفالوبيان تيوب و قلت اهم حاجة ان انا هلاقي فيه لونجوتيدوال فولتس وهي عبارة عن ميكوزا ومسكولوزا وسيروسا دي كلها حاجات ايه حاجات نظري طمام قلت الميكوزا دي عبارة عن لونجوتيدوال فولتس الابيسيليم بتاعه هو كلام من الابيسيليم partially siliated and partially secretory اول ما هبص عليه هلاقي حاجات كده ايه مدبابة كده طلعولي. طيب. عندي قولنا اهم حاجة فيه هو الاندومتريام. وان الاندومتريام دوات عبارة عن سيمبل كولامنر سيليتت او نانسيليتت سيكريتري سيلز. تمام? دوات الابسيليام بتاعه. وان اللامنة بروبريا هيبقى فيها حاجة زي ما احنا شايفين هنا كده. اندومتريام عندي بيبقى اكتر حاجة واضحة عندي في اليوترس. تمام? ورسمة ايه تعتبوا زي ما انتم شايفين? اللي احنا قلنا عليها هيبقى فيها جزئية فاتحة كده عاملة زي الكرموسون. الفجاينة هيبقى سراتيفايد سكويمس نون كراتينايز ابيسيليام. وفي ريتش انجولايكوجين تمام? هلاقي خط كده غامق جدا واضح موجودة عندي. تمام? وقلت هلاقي السلايد من بره هتبقى عاملة زي الشريحة كده بتاعت البطيغة اللي موجودة. وفرقنا ما بين اللاكتاتينج مامري جلاند. اللاكتاتينج مامري قلنا هيبقى فيها الالفيولاي هتبقى واضحة عيات والصورة هتبقى فاتحة زي ما احنا شايفين. بسبب السكريشنز اللي موجودة. لكن الريستنج مامري جلاند بيبقى فيها داكتس اونلي ما بيبقاش فيها خالص. تبقى ايه بتبقى غامق كده زي ما احنا شايفين. تمام? تاني حاجة اتكلمنا عندي عن الميل جينيتل تراكت. اتكلمنا في البداية خالص عن التستس وي الابديدبس. قلنا ان التستس عندي آآ الله مصلاح نبي. قلنا في البداية خلص ان التستس عندي هتبقى آآ عملا في هيبقى فيها سيمي فرس تيبيولز كدوات عندي والتيبيولز ديها دجو بايها يبقى فيها سيمين وجمعي كمان لوال اسبرمس. قلنا وحنا في البداية كده لنبص على السلايد من بره هتبقى مخرمة كده شوية. وهنبصي كمان عندي على الابديدرمس هلاقي في مايكروفولاي هتبقى كده جدا عندي في السلزل الموجودة. وان الابديدرمس عندي هيبقى زودو ستراتيفايت كولاميلر. السيمينال الفيزيكلز عندي ديات الابديدرمس المحوطة هيبقى زودو ستراتيفايت برضو كولاميلر. تمام? وشفنا الشكل بتاعها وقلنا دياتها تبقى الكابسول بتاع سوري الابديدرمس بتاعها هو احمر جدا عندي وواضحة زي ما احنا شايفين. طيب الفاس ديفرنس عندي قلنا ان هو هو آآه هو آآه المصل الليل بتاعه عندي او المصل بانضل بتاعه عندي اكتر حاجة واضحة انا هو اوطر اللي يونج تدول والميدل هتبقى سيركولر. وبعد كده اتكلمنا عندي عن البروستات وقلنا اهم حاجة ان انا هلاقشوف فتحة اليوريسرا اللي موجودة في النص تمام? والابيسيريان بتاعها هيبقى هنقول بقى يا كويوبويدل يزودو ستراتيفايت كولاميلر ياما هنقول بقى كولاميلر تمام واهم حاجة اللي يارز اللي موجودة فيه ميوكوزل وصاب ميوكوزل وبريفرالزول اه لو ببسيط لقيت رسمة السنجاب ديك كده موجودة هعرف على طول ندائي البروستات. البيناس عندي لو بسيط لقيت فتحة اليوريسرا انها هتبقى ايه اللي هي الايه هتبقى اللي هي الكوربو الكورباس ايه سبونجيوزم لو لقيت عندي مفيس يوريسرا ولقيت عندي في البيناس سبيسيز ديت موجودة واضحة كده او لقيت الوش دوت وفي كمان اللي هي الفتحتين اللي فوق يباديات كوربورا آآ كافر نوزا تمام اه اتمنى يا رب يعني ماكنش طول تقوي عليكم وي ربنا معيكم يا رب ويوفقكم جميعا ولو حتاك تتسأل في اي حاجة بعته في اي وقت ربنا معكم يا ولادي يا رب ويوفقكم ويكرمكم دايما يا رب